سنذهب إلى وزارة التجارة والصناعة والعامل للقوى العاملة وبلدية الكويت ونرجع لضيفنا إن شاء الله هذه الجهات كانت مثال يحتدى به أيضا في العمل والتعامل البناء على مدى عام كامل لمؤسسات الدولة لمواجهة هذا الفيروس نعم نرى هذا التقرير ومن ثم لنا عودة إن شاء الله جهزة عالية لمؤسسات الدولة تعاونت جميعها لتكون درعا واقية للبلاد في مواجهة خطر فيروس كورونا منذ اللحظة الأولى وكانت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت من الأمثلة التي تحتذى في هذا التعاون البناء وزارة التجارة والصناعة حجزت لنفسها موقعا في الصفوف الأمامية في مساندة أجهزة الدولة لمكافحة الفيروس حيث قامت بتوفير أغلب المنتجات الغذائية للمستهلكين بما يحافظ على توازن المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة بالإضافة إلى دورها في تهيئة بيئة الأعمال التجارية والصناعية وقامت بأكثر من أربعين ألف جولة تفتيشية وأكثر من ألفي محضر للمخالفين حولتها للنيابة التجارية أما الهيئة العامة للقوى العاملة فقد قامت بجهد كبير في متابعة أحوال العمالة وحل مشكلاتهم فضلا عن الحملات التفتيشية لمتابعة إجراءات الالتزام بالاحترازات الطبية من جانبها استنفرت بلدية الكويت جميع طواقيمها بتكثيف حملاتها التفتيشية في جميع مناطق البلاد ورصد المخالفات وتوقيع العقوبات لمخالف قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة كوفيد-19 حيث قامت بأكثر من 30 ألف جولة تفتيشية وتحرير آلاف المخالفات المتنوعة فضلا عن التعاون مع جهزة الدولة في تجهيز محاجر الإيواء الجهات الثلاث ضمن لجنة الاشتراطات الصحية التي قامت على مدار عام بعمل دؤوب وما زالت مستمرة في عملها تساند أجهزة الدولة في السيطرة على جائحة كورونا